بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمم الأمين أما بعد عزيزي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية وحالة اليوم بعنوان عشر أشياء تدمر العلاقة بين الأباء والأبناء حاولي حضراتكم على عشر حاجات بتدمر بتحطم العلاقة علاقة حضرتك مع ابنك علاقة حضرتك مع ابنك أو مع بنتك يعني ندخل في الموضوع على طول وقولك أول حاجة بتدمر العلاقة بين الأباء والأبناء تضرب لأن في ناس لغاية دلوقتي فاكرة أنه اكثر البيت تضلع يطلع لها 24 وفي ناس فاكرة أنه لما تدرب الولد يطلع راجل هيطلع راجل لكن راجل مكالكع راجل معقد راجل مش ساوي بهذا الشكل فإنك تدرب ابنك هيسبب 15 مشكلة نفسية وسلوكية غير أنك أنت هتدمر علاقتك به يجفي أنه حيش هانطقة عدوانية والطاقة العدوانية دي إما أنه يطلع على حضرتك أو يطلع ينقلها على والدته أو ينقلها على أخواته أو على زميله في المدرسة أو على جيرانه وكل يوم يجي لك استدعاءه ليه أمر أن الولد عدواني أن الولد ضرب زميله وبالتالي طول الوقت أنت لما هتضربه طبعا ده مش واحد صمم ده دم ولحم وإحساس وبالتالي لما هتضربه لازم هيبقى فيه شحن لطاقة العدوان طاقة العدوان دي إما تخرج على حضرتك أو على نفسه كنت بقوله حضرتكم زمان أن فيه قانون في الفيزياء بيقول لكل فعل رد فعل مساول له في المقدار ومضاد له في الاتجاه جميل عندنا في علم النفس الأمر مختلف شوي لكل فعل رد فعل لا ممكن يبقى ردود أفعال مش رد فعل واحد لكل فعل ردود أفعال مش لازم يكون رد فعل واحد مساول له في المقدار لا ممكن المقدار يبقى أكبر منه بكتير ومضاد له في الاتجاه ممكن يبقى مضاد له في الاتجاه إن حضرتك لما هتضربه ممكن يردهالك لما يعني هتبقى في قص وزايد عليه هيردهالك بشكل أو بآخر يعني لكن كمان ممكن يبقى منعكس في الاتجاه بمعنى إنه في طفل لما يشحم طاقة العدوان ممكن العدوان يجي على نفسه ويجي على نفسه إزاي؟ ما هو التباول الإرادة ده عدوان شد الشعر أو النزع الشعر ده عدوان قدم الأضافر أحيانا يبقى عدوان بس على الزايد قلق داخلي شحن طاقة عدوان داخلية قلق وتوتر مش مرتاح إنه يعني بضافره كده يخربش وشه ما هو ده عدوان على الزايد برضو إنه البنت تجيب بتاعها وتقعد تلعب ألف إيديها كده وبتاع بموس أو كطر ما هو ده عدوان برضو على الزايد يعني إن الود ما يكلش ما هو ده عدوان برضو على الزايد يعني إن الولد يكل كتير ما هو ده عدوان على الزايد برضو أو البنت بالزايد علشان مسألة إيه صورة الجسد بالنسبة لها خلاص ما تبقى شفار أما صورة الذات ضيعة يعني لدرجة أقصى عدوان على الذات الانتحار يبقى إذن فكرة أنه الضرب مش بس هيسوي العلاقة بينك وبين أولادك لكن كمان هيخلي الولد يحصل له 15 مشكلة نفسية وسلوكية في الآخر خالص لما الولد يحس نفسه أنه هو عدواني أو تحول لسايكوباتي يعني مضاد المجتمع أنت سوشيال حد مجرم بهذا الشكل حيبقى مضايق جدا من اللي وصله لكده الأب اللي وصله لكده أو الأم اللي وصلته لكده وبالتالي العلاقة بينك وبين ابنك هتتدمر من الضرب طيب افرض أن الولد ما كانش عدوانه حيبقى مباشر حيبقى عدوان غير مباشر مهلا مبالدة عدوان على الأب والأم عدم المذاكرة ده عدوان على حضرتك برضه أنه بيشرب سجاة ده عدوان على حضرتك برضه أنه بياخد مخدرات ده عدوان على حضرتك برضه إنه مش عايز روح للمدرس ده عدوان على حضرتك إنه نام أغلب الوقت أو إنه مش عايز ينام أو إنه بيلعب مش عارف إيه بتاع ده عدوان على حضرتك برضو يعني ممكن الولد في الآخر كمان يتحول لدمية يعني بتتحرك بلا روح يعني وكمان ممكن العدوان ده يخليه حد سلبي ممكن يخليه حد بلا قيمة بلا ذات شعور بالدونية إحساس بالفجل إحساس بالعجز نقص ثقة بالنفس وبالتالي الولد برضو هيكره نفسه وبالتالي هيكره اللي وصله للحاسيس والمشاعر دي برضو يعني إذن الضرب هيدمر العلاقة بينك وبين أولادك لأن الولد دي إما هيحس إنه عدواني ومش هيبقى راضي عن نفسه أو هيبقى سلبي جدا وخانع جدا ويعني شعر بالقهر وبالتالي برضو هيكره نفسه وبالتالي هيكره اللي وصله لهذه الشخصية فلو سمحته ابعد عن مسألة الضرب تماما لأنه بيسبب مشاكل يعني فيه وسائل كتير جدا يعني ليه العقاب الأولاد غير الضرب تاني حاجة بتدمر العلاقة بين الآباء والأبناء السب والشتم والتحقير والتوبيخ طبعا فيه أب وام بدا بيبقى لسانهم على طول بهذا الشكل سب وشتم توبيخ وتحقير وهو فاكر إنه يعني لما بيحفز الوادي يعني إنه لما بيشتموا يعني بيخليه راجل يعني طبعا الولد زي ما قلت لحظك الأولاد مش خشو بالمسندة مش دمى عاديين في البيت لا دي عبارة عن كتلة مشاعر الأولاد وبالتالي بيحس إنه هو قليل جدا إنه هو فاشل إنه هو وحش إنه لو هو كويس يقول لي نفسه كتير لو أنا كويس ما كنتش تضربت لو أنا إنسان كويس أو عندي حاجة مهمة أو عندي ميزة ما كنتش تثبت وتشتمت وتحقر من شأني بهذا الشكل يعني فبالتالي الولد حاجة من الاتنين برضو إما في الآخر خالص يطلع برضو سباب ولعان وشتام ليه الأب والأم أو للآخرين والأب والأم حصلوا بيعمل كذا جايب منين طيب الحاجة التانية إما إنه يبقى سلبي جدا برضو وبرضو نفس فكرة الضرب يطلع خانع جدا وفي كلت الحالتين هيكره نفسه وهيكره طبيعة الشخصية دي وبالتالي هيكره اللي وصله لكذا اللي محسسه دايما أنه ما لهش قيمة وما لهش أي إحساس بالذات ما فيش تقدير ذات وما فيش مشاعر إجابية طول الوقت حاسس أنه إيه إنسان يعني محقر مش محبوب مش مقبول هو كإنسان مش أفعاله هو 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 كإنسان مش حيفرق ما بين أنه أفعاله وما بينه هو شخصيا ومش حيفرق أن حضرتك مثلا أهو انفعالي أو عصبي وبتقول كلامه لا 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 الطفل كمان هو صغير شاف أنه بابا ومامته هم عارفين عنه كل حاجة وهم يقصود الكلمة اللي يقولها بالزبط لو قالوا غبي يبقى غبي فاشل يبقى فاشل جبان يبقى جبان ضعيف يعني ضعيف كذاب سارق مش عارف ايه بتاع أي لفظ غير بأسماء الحيوانات حدث ولا حرج طبعا كل ده الولد بيمتص هذه الطاقة العدونية وزيد الشحنات العدونية ويخرجه إما على الآخرين إما على نفسه يعني ثالث شيء بيدمر العلاقة بين الأباء والأبناء كثرت التأنيب واللوم يجي الأب والأم طول الوقت عمال يأنب الواد ويلومه قال يعني بيرفع من عزمته قال يعني بيصحح له الخطأ انت أنبته ولومته الحقيقة انك انت لوضحت الخطأ اللي قام به بالروحة كده بأسلوب هادق وهادف ولا وضحت الصح اللي كان المفروض يقوم به حضرتك كل ما هنالك فرغت طاقتك العدونية بالضرب أو السبق أو الشطم أو التحطير أو التوبيخ وفي نفس الوقت بالتأنيب واللوم وهتضغط على الإحساس بالزن بعنده بشكل قوي جدا لدرجة انك هتموت الإحساس بالزن بعنده لدرجة انه ايه اعمل اللي تعمله قول اللي تقوله خلاص ما نسيق ما نوحش ضربه اللعور على العينه ما خسرانا خسرانا كده كده مش حينفع معي أي كلام واستمر بقى في التأنيب والتوبيخ يعني فيه واللوم بالنسبة للواد لدرجة انه يحس انه بلا ذات بلا قيمة انه مالش رخصية انه بعملش حاجة حلوة خالص وبالتالي يقول لنفسه ليه هعمل حاجة حلوة كده كده يعني اللوم والتأنيب شغال فيفقد الثقة في نفسه ويفقد الثقة في قدراته وطبعا حدثوا الحرج انه يعني ايه فكرة بقى أفكار إبداعية ولا أفكار ابتكارية او ينتج حاجة لا 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 انسى الكلام ده كل لانه خلاص هو في دماغه ودلوقتي انه الاب والام قبارة عن يعني كتلة نقد ولوم وتوبيخ ليه بهذا الشكل يعني ربع حاجة يعني تدمر العلاقة بين الاباء والابناء كثرة النقد انا عايز يعني حس حضرتك وحضرتك بالموضوع ده بمعنى انه لو الام مثلا لو حضرتك بتسخان يعيش ولعيش تحرق منك مثلا على البوتجاز تخيلي ان الزوج يجي يقولك ايه اللي انت عملتي ده انا انت مضيع فلوسنا في مشاركة ما انت كسلانة ما انت غبية ما انت يعني مفيش مخ انت اساس من سمعة من ساعة ما اخدت كنت كده يعني الشقة بقى مشاركة فيه بتاع انت مفيش انتباهه تركيز خلق انت في الضياع للدرجة دي يعني دلوقتي هو بينتقد وبيوبخ وبيلوم والكلام ده كله ايه رأيك مشاعرك خليني في افكارك ايه فكرتك عن نفسك دلوقتي بيديني يعني فيه ستة طيبة كتتحس ان هو الزوج ايه خلاص فاهم كل حاجة ان انا فعلا غبية وما بفهمش وان انا مساعة متجوزني وانا كده والموقع يعمم ان انا فشلة في كل حاجة وبالتالي مشاعرك تجاه زوجك ايه واحدة تقولي والله اخبطوا بحاجة والتانية تقول مشاعري لا غضب وحزن واكتئاب والكلام ده كله يعني طيب انا عايز حضرتك وحضرتك تحسوا بحاجة زي كده تخيل ناكس بقى انه الاب داخل وجاب مع حاجات والزوجة تقوله ما جبتش الحاجة اللي انا عايزها ولا نفس اللون ولا طل عمرك نفع في حاجة ويا ما جاب الغرب لامه ومش عارف ايه بتاع احساسك ايه وانت يعني هل يعني بتدور تجيب احسن حاجة بالنسبة لك بس هي مختلف عن وجهة نظرها فنقدت الحاجة اللي انت جبتها احساسكم ايه كاب وام احساس وحش احساس صعب تخيل بقى طفلك اللي هو حاسس انك انت طبعا انت عقلك كبير وعارف انه ممكن ربما بنتقد السلوك مش تنتقد انت لكن الطفل مش هيفرق ما بين السلوك وما بين هو كشخص وما عندوش يعني ايه تاريخ من النجاحات علشان يقول والله انا كويس لكن هي الفكرة كلها انه لما بيقى في كسرة نقد للولد زي ما حسستكم بهذا الشكل منكم ليه بقى في الحالة دي على خطك وحش ولبسك وحش والوانك وحش والوان لبسك يعني وتسريحتك وحش يعني اسلوبك وحش وذاكرتك وحش وطريقة مذاكرتك وحش وكل حاجة نقد 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 فيه كل حاجة طبعا لا شك انه لما تكون البنت فراشة هتنطلق تدمر لما يكون الولد يعني شجرة كده هترعرع وهتطلع وهتزدهر وهتنمو وتثمر لا 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 فين بقى الكلام ده دي هتوقت في مهديها الولد مجرد ما هتبزغ فكرة عنده هتقتل مجرد ما يعني مشاعر هيتكلم عنها هتدمر وبالتالي كشخصية هتنمو هتقتل طول الوقت بنقتل اولادنا واندمر علاقتنا بيهم واندمر نفسياتهم ببعض الحاجات البسيطة اللي احنا مش واخدين بالنا والولد ييجي بعد كده يقولك ما انا اي حاجة هعملها هينتقدوها طب اعمل ليه اعمل ليه ما انا كل حاجة بقولها شايفين انها وحشة تخيل بقى حاجات بسيطة لكن للأسف مش بس بتدمر العلاقة انما بتدمر الابناء خامس حاجة بتدمر العلاقة بين الاباء والابناء المن المن انا يبني بص بقى ايه الام انا حملتك في بطن 19 وسهرت عليك وانت صغير وكنت تعبان وكنت بسهر جنبك طول الليل وكنت مش عارف بتعمل كذا وغيرلك ويعني ما كنتش بتكلم وخليتك تعرف تكلم ما كنتش بتعرف تكتب وخليتك تعرف تكتب ودخلتك اللي بدأي وسهرت عليك وعملت كذا اوكي جزاكم الله خير شكرا اولا ده وجب حضرتك وانت سعيدة بالدور ده بالمناسبة يعني تخيل انه ما كانش في ولد من باب هتبقي حزينة صحتة تخيل ان في ولده انت عملت له الكلام ده ده غريزة قمومة انت بتنفذيها بهذا الشكل يعني اه ولكن المن بقى فكرة عملت لك عملت لك عملت لك عملت لك عملت لك الولد بيكره عمره بيكره نفسه بيكره التاريخ ده كله بيتمنى انه ما كانش جيل الدنيا تخيل الاب برضه بيقول له يعني ايه يا ابني انا اللي صرفت عليك وانا اللي يعني اكلك وشربك ولبسك ومصاريفك وحياتك كلها انا اللي صنعتها وانا اللي عملت لك يا ايه الاب والله اولا ده واجب ومسئولية تجاهج ده كافة بالمرء اثمن ان يضيع من يعول انت لو لم عملتش كده كان يبقى زنب كفاية الزنب ده اساسا يعني كلكم رأين وكلكم مسئولوا عن رعيتي فده يعني فالاب رأين ومسئولون عن الأم رأيتهم ومسئولتهم عن رعياتهم ده مسئولية اساسا يعني قبل ما يكون واجب وصيبك من المسؤولية والواجب خلينا في مسألة أن دي مشاعر حب ده الطبيعي دي الفطرة دي الغريزة زي مثلا غريزة الجنسية بتتجوز عشان تنفذ غريزة برضو أنت هنا غريزة الأبوة أنت بتنفذها دلوقتي يعني أنت بتبقى عامل ده بشكل طبيعي وبشكل فطري وانت حابب ده أساسا يعني وبالتالي لكن فكرة المن فكرة أنك أنت طول الوقت عملت أقوله عملت لك عملت لك عملت لك لدرجة أنه الولد لما يقول لي أنا ما باكلش في البيت باكل برة والأم تشتيكي ليه ما باكلش برة ما باكلش في البيت من إيدي بقول لها لأن اللقمة اللي بتقدمها له مسممة بالمن فهتقتله نفسيا وجسديا وبالتالي بدأ الولد يهرب من الحوار معاكم بدأ يخرج برة البيت بدأ يععد في القوضة بتاعته بدأت البنت بقال لها صحاب تانية ولها ناس تانية ولها عالم تاني وما أسهل العالم الأخرى دلوقتي عن طريق كل السوشيال ميديا فالولد ممكن ينفصل تماما فهي نقص انفصال مواقع التواصل الاجتماعي ده تواصل مع العالم الخارجي لكن للأسف مواقع التقاطع الاجتماعي جوه البيت ما بين الزوج والزوجة وما بين الأب والأم والأولاد فإحنا كمان نعمل العشر حاجات دول عشان ندمر العلاقة بيننا وبين أولادنا ده إحنا في زمن محتاج تبعنا على العشر حاجات دول وتعمل حاجات تانية طبعا الحاجات تانية إحنا بنتكلم عنها يعني بشكل دائم يعني طيب سادس حاجة بتدمر العلاقة بين الأباء والأبناء التسلط والسيطرة والقهر وتحكم الزائد لما يكون الأب والأم بتحكمه في أولادهم في أنفسهم في كلامهم في اختياراتهم في أكلهم في شربهم في لبسهم في مدرستهم في مدرسينهم في يعني اختار أصدقائهم في اختار تخصصهم بعد كده في اختيار الزوج والزوجة حتى بعد كده اختار العمل اختيار الحياة بشكل عام يعني في أب وأم بيبقى نمط شخصية كده وسواسي يعني شايف أنه وصح على طول بيبقى مثالي شايف أن المفترض ما تتم شلا كده وبالتالي بيسقط شخصيته أفكاره على ابنه فيعني ولد مبارح بيقول لي أنا أكتر حاجة بتدائم منها من ماما أنها بتلبسني على مزاجها وتوكلني على مزاجها وتختار للألوان بتاعة الحاجة على مزاجها بهذا الشكل يعني فالولد لا فاهم كويس جدا والولد فيقول عدادي يعني مش حد مثلا إيه تلتبت دائم ولا بتاع لغاية دلوقتي أيوة لأن الأم مش هتعرف تخرج من عباقة الشخصية إلا إذا أدركت واستبصرت على أساس أنه إيه إذا عرفت استطعت فالأول الأم نفسها والأب يبقوا عارفين أن أحيانا يبقى في مشاكل عندهم هي اللي بتجبرهم لا شعوريا وشعوريا على يعني أنهما يعملوا هذه الأشياء اللي بتدمر العلاقة بينه وبين أولادهم لأن ما فيش أب وأم يتمنى أنه يدمر علاقة بينه وبين ابنه لأنه طاقة سلبي طاقة بتستنزف من الأباء والأمهات بشكل كبير جدا شكوى الأباء والأمهات يعني كبيرة جدا من أن الولد مش قاعد معنا مش حبيبنا برا البيت على طول قاعد في القضاء بتاعته ما بتكلمش معنا سيبنا ما هي من العشر أساليب دي عشان كده أدق نقص الخجر الخطر وبعدين يعني ابعدوا عن هذه الأساليب العشرة على سين ما تدمرش العلاقة بينك وبين ابنك يعني طيب سابع حاجة بتدمر العلاقة بين الأباء والأبناء التفرقة بين الأخو لما ولد يحس أنه هو أخو حسن منه على طول لأنك أنت بتميز أخوه بتميز ولد على بنت أو بنت على ولد كبير على صغير صغير على كبير ابن زوجة على ابن زوجة ولد مثلا لأنه أزكى ولد لأنه يعني بشرته مثلا بيضع عن الولد التاني الأسمر أو أنه مثلا يشبهك أو أنه يشبهك أبوك ولدك يعني فأنت شايف أنه وكأنه في لها شعارين أنت كنت بتحبه عن الآخرين فلازم تبقى مستبصر بمشاعرك ومستبصر بأفكارك تجاه الأولاد وفكرة التفرقة دي بتخلي الولد اللي حاسس بالقهر والظلم اللي هو مميز ضده ده حاسس طولة أنه أقل واحد في إخواته وبالتالي أقل واحد في العالم فبالتالي أي حد بعد كده حيبق بالنسبة له الآخر اللي هو أعلى منه وبالتالي طوله بلوقت حاسس أنه قليل فمع الوقت حاسب الظلم مع الوقت حتوجر صدر الأخ على أخيه مع الوقت حتخلي في حالة كده من الانتقام اللي بتبقى موجودة لدرجة أن الولد ده ممكن يعني ينتقم من أخوه أو من أخواته بشكل أو بآخر طبق رأيك أن الولد اللي انت بتميزه ده ممكن تحوله لشخصية آنانية شخصية طمع شخصية نرجسية متمركز حولين ذاته لأنه تعود على الأخذ على طول ما تعودش على العطاء تعود على أنه يبقى هو ديك البنبر هو اللي على الحجر هو الأفضل هو الأحسن وبالتالي لو حد انتقده يولع لأنه مش متعودة لأنه حد ينتقده دايما المتح ودايما الثناء ودايما هو اللي على الحجر ودايما هو أحسن واحد رأيك أنه كمان الولد ده مع الوقت شخصيته هتضطرب لأنه مع الوقت حس أنه المفروض أنه يعني عنده ستعلاء نرجسية يعني يعني طووس الشخصية حسنه طووس نافش ريشه وهو ماشي كده فالناس هتحس أنه اللي أنت بتستعل عليه إليه يا ابني ليه أنت بتعمل معناك كده من فوق ليه يعني فبالتالي زمالي هو بعيده عنه الناس هتبعد عنه طول الوقت حسنه مش محبوب طول الوقت حيبقى مكروه وهيستعل أكتر وهيبقى عدواني أكتر وفي النهاية ده ولا ده حيكرهه اللي وصلهم لكده أو هتفتكر أنك لما بتميز حد على حد أنك انت كمان بيبقى واحد كويس والتاني مش كويس لا الاتنين في الآخر خالص شخصيتهم بتضطرب وهتدمر العلاقة بينك وبينهم لأن الولد حتى اللي انت امميزه ده يتميز عنك بعد كده حيبقى ما عندوش قدرة على العطاء فبالتالي اعدلوا بين أبنائكم ولو في القبل طيب تامن حاجة بتدمر العلاقة بين الأباء والأبناء المقارنة السلبية المقارنة لإيه السلبية بمعنى أنه أنا ليه بسميها سلبية لأنها سلبية لأنها بتدمر يعني أحد الأبناء يعني الابن اللي هو دايما أنت شايف أنه قليل شايف أنه وحش شايف أنه يعني أخوه حسن منه وبنعمه حسن منه وبنت خلتها حسن منها ومش عارف كله ما حسن منه شعره حسن منك بتتكلم حسن منك درجاتها حسن منك لبسها حسن منك الولد يعني يعمل حاجات حسن منك مؤدب حسن منك بيصلى حسن منك هو أنت فاكر أنه لما أنت في الحالة دي يعني بتعمل فكرة أنك أنك تتشجع أنك أنك تتحفزه لا أنت بتدمره بشكل أو بآخر و أنت مش واخد بالك كثير من الأباء يقول للولد يا غبي عشان يبقى زكي يا راجل يا غبي معناها أنه عشان تبقى زكي و أنت فاشل عشان يبقى ناجح هو يقصد جواه أنه عشان يبقى ناجح مش هتنفع عشان ينفع لو نفعت بقابلني عشان ينفع ويقابلني مين قالك أن الرسالة بتوصل بهذا الشكل الرسالة بتوصل للعقل الباطن بالذات للأولاد زي ما حضرتك بتقولها بالضبط يعني حضرتك لو جبت كمبيوتر كده كتبت أنا زكي هتجي على الشاشة إيه أنا زكي لو كتبت أنا غبي هتجي على الشاشة إيه أنا غبي الكمبيوتر زي الكيبورد وشاشة برضو حضرتك كلامك ده في العقل الباطن ده شاشة العقل الكلام اللي بتقوله بتسجل على طول و بالتالي هو شايف أنه فعلا كل الناس أحسن منه و أنه هو مش مميز في حاجة طبعا هتفقده الصخة بالنفس هتنقص تقدير الزات تقبل الزات هيقل مش هيبقى عنده قدر على توكيد الزات هيبقى دايما حاسس بالدونية والعجز و الفشل حاسس أن كل الناس في العالم أحسن منه حاسس أنه مالوش أي لازم على الإطلاق فلما بتقارن ابنك بحد بتركز على أسوأ ما في ابنك وعلى أحسن ما في الآخرين لكن لو عايز تعدل بجد هات الـ 14 إراط اللي عند ابنك و الـ 14 إراط اللي عند الابن الثاني و كلا هما متساوي يعني ركز عن أن ابنك ممتاز مثلا بيصلي فأنت بتقوله أن الواد الثاني مستوى الدراسة أحسن منك بس أنت مخدش بالك أن ابنك بيصلي الثاني ما بيصليش أنت قلت البنت أنه يعني البنت الثانية مثلا يعني شكلها أحسن منك مثلا طيب ما البنت مطيعة ليك البنت الثانية متعجرفة يعني بهذا الشكل يعني ففكرة أن أنا طول الوقت أحفز تحفيز سلبي أقارن مقارنة هي ظالمة من السلبية بس ظالمة للأولاد فأرجو أنه يعني هذا الشيء أو هذه الحاجة أو هذا الأسلوب نبت عنه تماما لأنه بيدمر العلاقة بين الأباء والأبناء وفي نفس الوقت بيحس لما بيحس بالقهر والظلم والحساس هذه الحساس السلبية وإن أنا وحش وإن أنا قليل وإن أنا مش فاهم وإن أنا عندنا أصيخة بنفس هيكره الأب والأم اللي وصلوه لهذه الشخصية العاجزة هذه الشخصية يعني الضعيفة تاسع شيء بيدمر العلاقة أو يحطنوا العلاقة بين الأباء والأبناء حرمان الأبناء سواء حرمان معنوي أو حرمان مادي حرمان معنوي من الكلمة الحالة حرمان معنوي من الحب ما ينفعش أنك أنت تحرم ابنك من الحب لأنه ما ليش مصدر للحب غيرك وبالتالي يعني طوله الوقت تحس أنه طالما الأب والأم ما بحبوش وأما العالم يعني الأب والأم ده القطباء العالم بالنسبة له طفل صغير ما عرفش في العالم غير الأب والأم يعني فلما العالم ما يكونش بيحبه له الأب والأم وبيحرمه من الحب وبيحرمه من العطاء المعنوي وبيحرمه من اللمسة ومن القبلة ومن الحضم ومن الكلمة الحلوة والكلام ده كله الحرمان المعنوي ده الولد حس أنه لا قيمة له حس أنه مالوش أي ذاته مدمرة طبعا تقبل ذاته تقدير ذاته نقصيقه بالنفس كل الحاجات دي هتبقى حساس أنه ما بعملش حاجة حلوة وبالتالي حس أنه لا يستحق مع الوقت وبالتالي وكأنه أنا بغرس بذور الاكتئاب اللي ممكن يحصده في المراقة وبعد كده فالحرمان من الحب ممكن يوصل الولد لحالة من العدوان لأنه ما تشحنش بالحب فطاقة العدوان هتبتعله على طاقة الحب جواه الحرمان من الحب والحرمان معنوي بهذا الشكل يعني هيخلي الولد ممكن يضطر أنه يسرق عشان يسرق الحب الفلوس رمز الحب فيضطر يسرق الفلوس أو يسرق حاجة من حضرتك وحضرتك وكأنه يسرق الحب المفقود فالفلوس رمز الحب حيسرق الحب اللي هو يسرق الفلوس على أساس أنه حاسس بعدم الأمان وبالتالي أنك أنت بتحبوش فدي مقدمة ليه ما بعد ذلك أنك أنت ممكن تطرده ممكن تطرده من قلبك تطرده من البيت بقى لأنك تردده من قلبك فهتطرده إيه من البيت يعني وبالتالي ممكن يسرق عشان يأمن نفسه عشان لو تردته في وقت من الأوقات يبقى معاه الفلوس اللي ممكن يخرج بيها الحرمان المادي حرمان من يعني التأثير معاه في أكل أو شرب أو لبس أو مصروف الحرمان المادي إن أنا أحرمه من المصروف أحرمه من حاجات زي كده طبعا حس إنه برضو مش محبوب وإنه مش مقدر وإنه مش كايزة خاصة وطبقى مصيبة لو أنت حرمت واحد على حساب التاني وهو شايف إن ده محروم بشكل مستمر أيا كانت مشاكل في حاجات ما ينفعش عمله حرمان من الحب والحرمان من المصروف أصلا يا دكتور ما بيعملش كذا ده موضوع تاني ده موضوع تاني زي وحدك تكون موظف مثلا وبعدين تاخد مرتبك لكن ممكن يبقى لفة نظر ممكن يبقى جزاءات ممكن يبقى خصم وبسيط ممكن يبقى كذا لكن ما ينفعش إنه مثلا تعقب شهر 2-3 حرمان من المرتب حرمان من المصروف زي ما أنت بتعمل مع الولد لأن ده تكالي يعني في إدارة بيت أيما على الموضوع يعني الولد برضو المصروف ده بيمشي بحاله ده بيبقى واخدوا مع المدرسة مثلا بيشتري بي سندوتش بيشتري بي حاجة مثلا يشربها زماله عزموهم بارح فهو عزمهم بكرة حاس إنه مستور حاس إنه آمن عمو اللي بيجي ياخده بتاع البص ولا بتاع التاكس ولا العرباء ما جايش يبقى برضو يعرفي روح يبقى فيه مشكلة ما يعرفي يتصل بحضراتكم ففكرة لأنه أحرمه من المصروف طبعا ده وكأنه حق مكتسب للولد الحد الأدنى اللي يعرف يمشي بهذا الشكل وبالتالي حس بحالة من الظلم وحالة من القهر وبالتالي حتضطر ويسرق ليه؟ لأنه المصروف ده كان حيحل بمشاكل زي أنه مثلا اتكسر منه ألم لزميله وزميله دلوقتي يا إما أنه هيشتكيها هيعقبه هيضربه فبالتالي هو عايز من خلال مصروفه يجيب ألم للوات ففي الحالة دي يا إما مش حيروح للمدرسة وهيتلقق بقى بطنة عباني أو أنه أنا مش عارف إيه أو المدرسة ويحشن اللوني منها أو بتاع أو أنه حيسرق علشان يحل مشاكله اللي كانت في المدرسة أو أنه عشان يتسر قدام زميل اللي عزمهم برح في عزمهم النهاردة أو أنه حاسس دايما أنه أقل من زميله فلازم يسرق علشان يحس أنه هو وبعدين إيه حياخد بقى بقوة وبزخ فهيرش على العيال وبالتالي يعني لدرجة أنه أمه بتقول لي الولد مش بس بيسرق علشان يأزم زميله لا ده بيجيب الحاجة السقعة ويضلقه في الأرض كده يعني نشوف حالة من الانتقام حالة من البزخ إحساس داخلي بالعجز وبالنقص لكن عمل تعويض بالبزخ اللي حصل بهذا الشكل يعني طيب عشر حاجة بتدمر العلاقة بين الأباء والأبناء الخصام الطويل مع الأبناء تخيل أنك إنت مثلا طبعا ممكن تخاصب منك خمس داية عشر داية ربع ساعة مطلوب ده كنوع من أنواع العقاب يعني علشان يعني يتعلم الخطأ والكلام ده كله لكن أي شيء يزيد عن حده يتقلب ضده فلما تيجي تخصمه يعني لفترة طويلة طبعا دا مش هينفع العلاقة لا دا هيدمر العلاقة وفي نفس الوقت مش هيتعلم الخطأ ما أنت لو خصمته أنت لن تقعدت معاه بأسلوب هدأ وهادف علشان تقوله الخطأ اللي أنت عملته واحد من ثلاثة ولن تقعدت معاه علشان تقوله الحاجة الحلوة اللي كان المفروض يعملها إيه لا فهم الغلط ولا فهم الصح لأن الخصام حاجة كده صامت كده أنت بقيت عن ابنك وده أسهل للأب وأحيانا يبقى بالنسبة لي المراهقين ميزة المراهقين يقول لي يا دكتور بصراحة أجمل فترة اللي باب يخصمني فيها باب قاعد برحتي وانم برحتي وعمل لنا عايزه أتأخر برحتي أصحى برحتي أنام برحتي أذاكر ولما أذاكرش برحتي أحلى فترة اللي باب يخصمني فيها شوف وصلت الولد لمرحلة مش بس من اللامبالاه أو إنه معاتش فارق معاه حبكم مش فارق معاه تواصلكم لا كمان حالة من الجحود وحالة من الراحة للخصام الطويل مع الابن لأنه بقى يعمل اللي هو إيه عايز يعمله بلا رقيب وبلا حسيب بهذا الشكل ارجع الثاني بقى إيه قوله كذا لا لا خصمني يا حسن فهيغلط علشان تخصمه عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر المسلم أقاه فوق ثلاث فيتقى بلاني فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام علشان كده فكرة انك تروح تبدأ بالسلام مع ابنك طبعا ده لا شك يعني حاجة مويزة جدا طيب يبقى دلوقتي قلت لحضراتكم على عشر حاجات بتدمر العلاقة بينك وبين ابنك فلو سمحت أيها الأب أياتها الأم يعني ابعدوا عن العشر حاجات دي لأنه انتم في إيديكم مفاتيح تقوية أواصر العلاقة بينكم ومن أولادكم ومد جسور الحب بينكم ومن أولادكم ويعني مد قنوات للحب أو أنه تقفلوا هذه القنوات وتكسروا هذه الجسور جسور الحب والمواد بينكم ومن أولادكم وفي الآخر خالص تيجوا تشتيكوا يا دكتور ليه الولد بعيد عني ليه الولد مش حابب يعود معي ليه البنت قاعدة في القضاء بتاعتها على طول ليه البنت بدأت تعرف ناس برا ليه الولد بدأ يعرف ناس برا ليه الولد بدأ يصاحب أصدقاء سوء ليه البنت بدأت تدخل في علاقة عاطفية مع ولد تاني لأنها محرومة من العلاقة الطيبة جوة البيت محرومة من أن حد سمعها جوة البيت فبدور على حد سمعها برا البيت محرومة من أن الحب جوه البيت فبدور على حد يديع الحب برى البيت فالولد محروم برضو من التواصل الإنساني جنة من غير ناس ما تنداس محروم حاس أنه ماليش ذات فلما يروح لزميله في مرحلة المراقة يدوله إحساس بالذات وتقبل ذات ويدوله ممكن فلوس أحيانا ويبقى ولد غني مثلا هو عايز بس الشلة تبقى عادة معاه ويصرف عليها بس هيعود طبعا بقوانين الشلة قوانين الشلة إيه اللي هي فكرة يشتموا يضربوا يشربوا سجاير ممكن كمان يشربوا حشيش مع بعض قوانين الشلة اللي ممكن يكون فيها انحرافات جزء أكتر من كده فلإنه مش منتمي للبيت فمنتمي لبرى البيت يعني عشان كده طيب يا دكتور انت بتقولين على حاجات تدمر العلاقة طب ما قلت كناش على حاجات تحسن العلاقة إزاي لا قلت لحضرتك في الحلقات اللي فاتت كلها الحلقة اللي فاتت بالتحديد اللي عشر حاجات عشر حاجات يعني إيه الحاجات العشر والمراهقين يعني المراهقين محتاجين عشر حاجات أنا قلت عشر حاجات وحشة النهاردة والحلقة الفاتت قلت عشر حاجات حلو محتاجها المراهقين وكتير جدا من الحلقات بقولك يعني إيه اللي ممكن تعمله عشان تقوى أواصل العلاقة بينك وبين ابنك باختصار لما أقولك العشر حاجات نعكسهم لما أقولك الضرب ما فيش خالص بقى انسى القصة دي اللي انه مش هيصلح حاجة إنما هيسبب لي كذا مشكلة يعني الأب بيجي يقول لي والله يا دكتور يعني أنا لما بضربه بيتعدل أيوة ده بيتعدل دلوقتي ادي له ظهرك كده هيتعوج سافر هيتعوج أكتر لخضر لمت هيضيع لأنه كان متعود على أنه يتضرب وبعدين بيبقى فيه وفقا نظرية كارل روتر بيبقى فيه حاجة اسمه الضبط الخارجي وده من أسوأ ما يكون في تربية الأبناء أو الناس اللي عندهم مشاكل في الصحة النفسية بيبقى دايما عايش بالضبط الخارجي الضبط الخارجي اللي هي فكرة إيه بابا وماما والناس والقانون وبصين لي والناس شايفيني عشان كده عايش وفقا للناس من أول بابا وماما والكلام ده كله التربية السليمة أو التربية النفسية السليمة اللي بتعز الضبط الداخلي إنه بتنمي الضمير ذلك وعظ الله في قلب كل مؤمن اللي الولد يبقى وهو في الضلمة بيعمل الصحة لإنه ضميره بيوجعه وخاف من ربنا اللي عارف إنه في رقبه وعاتيد ملكين بيكتب حسنات بيكتب سيئات اللي مش أبوه وقف عليه بالعصى أو يعني بالشبشب أو كذا مشابه يعني لا هو عدلوقتي عارف إنه كلمة بسيطة توجعه قوي عارف إنه نظرة تبقى نازلة عليه زي الكرباج لإن الأب أحيان يقول لي بضربه مش نافع معه خلاص نحص خلاص ما أنت دلوقتي قتلته يعني دلوقتي نفسيا هو بيعمل عدوان عليك دلوقتي وهو مش وصله أي كلام أنت بتقوله دلوقتي وبيكسب من وراء الضرب أحيانا كمان لأنه العلاقة كانت يعني فاترة أو بمعنى صح عايز يكسب طبعا يعني دلعب تقول طفار مش عايز أفصل فيها لكن ممكن أولا دي بحسس بالتجاهل فيغلط عشان أمه تعمل تواصل معه فاتجاهل القتل لكن التواصل بالنسبة له كويس تواصل بالضرب أيوة تواصل حتى لو ضربت باز الشكل يعني ولا التاني بلعب لعبة تقول طفار مع الأب والأم لا فكرة أنه طلب حاجة بسيطة ما الأم ما عملتهاش فيغلت غلطة عشان تضربه عشان هي عارفة لما أو عارف أنها لما هتضربه هتحس بالزند فهتصلحه بالحاجة اللي هو كان طلبها في الأول طبعا أولادنا لا أزكياء فيلعبوا معنا لعبة تقول طفار يعني المهم أنه يعني عشر وسائل تربوية خاطئة بتدمر العلاقة بين الأباء والأبناء أرجو أن حضراتكم تبعيدوا عنهم تماما علشان نتائجهم حصاد مر علشان الشكوى من كل المشكلات النفسية السلوكية على أقل عشان النهاردة الشكوى فكرة أن الود ليه بعد عني ليه مش قاعد معايا ليه دايما حابب صحابه أكتر مني منتمي للشلة ليه أكتر من أنتم أقول للبيت ليه دايما أن البنت قعد في علاقات عطفية ليه الولد مثلا أنت مالشلة بماشي مع شلة وحشة علشان حضرتك يعني لما الولد يجي يقول لي أنا بحب أعود برا البيت أكتر من جوة البيت إذن جوة البيت هنا دي بيئة حرب طاقة نفسية سلبية البيت مشحون شحن سلبي فبيبقى عايزة تنفس الصعضاء نفسيا فيخرج برا البيت كل منين من العشر أسالب دي فأرجو أنه هذه العشر أشياء اللي تدمر اللقبين لأباء والأبناء نبتعد عنها تماما وإلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة من برنامج فن التربية وإزاكم الله خيرا للحسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته